لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد على كل حال الجزائر الان يجب ان تتغير انا اقول هالكم من لم يتغير سيغير هذه السياسة القائمة وجايكم بايدن بنفس التوجهات انت اوبانا وحنشوف كيفاش تمشي الان لذلك من اللحظة تبعنا اخبار المؤسسة الرئاسة فقدت مصدقية هنهائية باخبار الرئيس من يوم 9 نوفمبر اليوم 19 عشرة ايام اذاك الخبر اللي وصلني ان الرئيس استفاق من الغيبوبة وان وضع مفتوح على كل الاحتمالات واذا استمر الوضع على ما هو عليه في هذلك التعافي رايح يكون تحت المراقبة الطبية والعلاج من اسبوع حتى ممكن يمدد الى اسبوعين اذا ظهر الطوارئ اخرى وهو مدد الى اسبوعين ما الذي ظهر على الرئيس واحد يكتب لك على الفايسبوك ترقب الرئيس راه في ارض الوطن واحد يكتب لك راه وخلاص في ارض الوطن دخل بطريقة سرية واحد يقول اين الرئيس الان واحد يقول لك راه وفي مستشفى متخصص في امراض الرئى وامراض التنفس واخر واحد يقول لك راه وجلطة دماغية واحد كذا 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 عندما تريد ان تخوض حروب يجب ان تكون الجبهة الداخلية متماسكة الجبهة الداخلية الجزائرية غير متماسكة ولا تقول لي اني اذا افتعلت حرب مع اي طرف اخر ستؤدي الى تماسك الجبهة الداخلية ابدا ليس هكذا الجزائر خاضت حرب داخلية حرب اهلية كما سماها مراد مدنسي من قبل مش سأنا اللي سمتها اللي كان وزير خارجية انا ذاك سماها حرب اهلية ماذا ادت هل ادت الى تماسك الجزائريين ابدا الهوى صاحق على الوضع الاجتماعي في الجزائر المخلخل العلاقات الاجتماعية بين الجزائريين سيئة انظروا شبكات التواصل الاجتماعي هذا يسب هذا هذا يقرح هذا هذا الحقد الكراهية الكراهية تريدون بهذه الطريقة ان تكون جبهة الجزائر متماسكة الدولة اللي لن تجد الا الذباب الالكتروني كي يدافع عن جيشها ويدافع عن شعبها ويدافع عن مصالحها هذه ليست دولة الجزائر الجزائر خسرت قضية ليبيا لم يعد لها وجود فيها منطقة الساحل والصحراء وافريقيا اللي كانت عمق استراتيجي بالنسبة للجزائر لا يسى لها وجود الصحراء الغربية الان الان خسرت كل الحلفاء انتاعها الدولة الوحيدة التي نددت بهذه الحرب التي اندلعت بين المغرب والبوليزاريو هي الجزائر فقط ما تقول لينا نحتاج للدول ما تقول لي هذا الكلام في حين المغرب كل الدول معه ايدته ايدته ما قام به في القرقرة انا تحدثت عن هذا الامر من قبل ومن زيش نعاود فيه لكن اذا قدر ان الحرب تحتاج الى جيش قوي جبهة داخلية متماسكة اعلام اعلام عابر للحدود والقرات وتحالفات ودول الجيش قوي الجيش قوي حقيقة ولكن هل هل جبهة داخلية متماسكة ابدا مخلخلة الجزائر الآن الفقر وهل وضع مع كورونا رايح تزيد تتخلخل الجبهة الداخلية الوضع السياسي غير مستقر لأنه نفس الأحزاب الانتهازية أحزاب الخداع أحزاب الاحتيال على الجزائريين التي كانت تطبل وتزمر البوتفليقة هي الآن لتزمر وتطبل الى العهد الجديد الناس الذين الآن كل من ينتقد هذا الوضع الذي آلت إليه الجزائر هذا الوضع البائز يسبونهم هم أنفسهم الذين كانوا يسبون من قبل كل من ينتقد بوتفليقة والعصابة نفس الجيوش الإلكترونية ونفس الأشخاص البارح كي كنا ننتقد بوتفليقة أنه نظامه فاسد وأنه سيصل بالجزائر إلى وضع بائز وأن أموالها ستنهب كانوا يسبوا فينا ويقولوا أيادي خارجي هو جر حركة الشعبي الجيش قال مبروك بالحركة الشعبي هم صار بوتفليقة فيه وعليه عصابة ولما زاتبون نفس الشيء كل من ينتقد هذه المرحلة أيادي وعميل وعمل المخزن الغريبة رهم يقولوا عميل المخزن الغريبة أنهم يقولوا عميل للمخزن حتى علي أنا يقولوا عميل للمخزن لأنني أنا أصلا عندي صراع مع المخزن والصحف أوفوا مواقع الأنترنت وأوضوا أرجعوا للصحافة المغربية يقول لك بمجرد ما تنتقد عميل للمخزن بمثل هذه التفهات والسفهات يمكن أن تبني دولة لن تبني دولة واحد تلقاه مستشار إعلامي في رئاسة الجمهورية بدل أن يضع استراتيجية إعلامية تنفع رئاسة الجمهورية أمام الجزائريين وتنفع الجزائر في المجتمع الدولي ما تفرغ لي يصنع لي جيوش الإلكترونية بشي تسب لي فلان في لندن وعلان في أمريكا وخلان في باريس وبلان في في قطر وحلان في تركيا وجلان في المغرب وغيره وسلان في إسبانيا وروح 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 الدولة التي تكون عن سراتيجيتها ذباب إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والله قيمتها في المجتمع الدولي أقل من قيمة ذبابة واذكروا كلامي جيدة والأيام بنا والناس اللي سبوا فينا الآن لأننا ننتقد هذه المرحلة وهذا الانكسار وهذه الردة الواضحة هم أنفسهم لو كان غدوة ينحيوا تبون أقسموا بالله ويجي رئيس ويجي رئيس واحدة أخر ينتقد مرحلة التبون سيقولون في تبون ما لم يقولوه في عبد العز بوتفلق لذلك أيها المسؤولون الذين ستسألون عن رب العالمين وإن أفلدتم من السؤال في هذه الدنيا لن تفلتوا منها يوم القيام انظروا لمن ناس اللي رحلوا وماتوا داروا لعليهم وماتوا روحوا شوفوا الجزائر العميقة فيها عائلات ما تلقاش لقمة عيش تخيل هذه العجوز اللي تلقاها أولادها ما تلقاش باش تطعمهم وهي تمد ترفع في يدها رب العالمين تدعي على على أصحاب الشأن وأصحاب أصحاب القرار إذا كان هناك من قال لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عليها الله لما لم تمهد لهالطريق يا عمر هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما باله بعباد في السحار وفي وفي الأرياف وفي جزائر العميقة وجزائر الظل كما تسميتوها لا يملكون قطة يومين فيهم اللي يتألموا والله يرسلوا لي وصفات طبية مسكين على فراش يتمنى حب دواء باش تعيدوا بقطوا وقفوا باش يروح يحفر ويروح يخدم في لشنطي باش يجيب خبزة وجيه تقول لي تقول لي رح رب سبحانه رب سبحانه ليحرم الظلم على نفسه قبل أن يجعله بيننا محرمة شوف اذكر تحريم الظلم على نفسه قبل أن يقول وجعلته بينكم محرمة كيف رح تظلم هؤلاء الناس والله الأموال التي نهبت سحل الجزائريين اللي كانوا ينتظروا تستعيد الدولة الأموال المنهوبة في الخارج صبح والله العظيم يجري باش يجيب دراهم فقط باش يصرف الناس ولا تتسلف البعضاهم ولا تجري عند الناس اللي عنده الكريدي والآن رك تتجه الدولة نحو الغلق واش رح يصر للناس هذا وانت تحكي لي على دستور وجيب لي جيب لي الجنرال مجاهد يحكي على جدنا جدنا ماسينيس وجدنا فلان وعلان لو كانت دنيا دنيا هؤلاء ايضا يحاسبون لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله